تظهر ألف الفنزوليين ثلاثة في شوراء كركس بدعوة من الطلاب الذي نحتاجون منذ شهر وبدعم من المعارضة ضد إدارة الرئيس نيكولاس مادورو المتظاهرون نحتاج مرة أخرى على تزايد معدلات البطلاء وسوية الجريمة ونقص الإمدادات الغذائية والحاجات الضررية التي تؤثر على الحياة اليومية للعديد من الفنزوليين نحن نفتقر إلى الغذاء بحاجة ووقف في توابير الحصول على طعام الأساسي الأمهات يعانون الكثير العثور على الحليب لأطفالهم نحن نفتقر أيضا للدواء وليس هناك دواء للأمراض المزمنة تقول هذه السيدة كل ما تقوم بالحكومة هو كبح جماح وسائل للعلم وغلاق المحطات التلفزيونية التي تظهر الواقع وحتى تلك التي تؤيد الحكومة لاحظوا بالفعل أن ما تظهره لا يعكس واقعا تقول هذه المتظاهرة ويصف مادورو ورث سياسة الرئيس فنزولي الرحل يوغو شافاز الحركة الاحتجاجية التي بدأت طلاف الرابع من فبراير المسلم بمحاولة الانقلاب على حقبه الذي لم ينهي بعد أغامه الأول